اشتركوا في القناة ممثلة بأخي صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي لقد كان لمعالي الشيخ حفظه الله ونحن نعرف عنه ما يقوم به من جهود مباركة يعمل ليل النهار بجد واجتهاد وإخلاص في تطوير وفي تحديث وقد رأينا ورأى الجميع ما وصلت إليه رئاسة شؤون الحرامين من تطوير في جميع شؤونها تحت إدارة معاليه وخاصة فيما يخص هذه البرامج الدعوية وكذلك أيضا البرامج التعوية والتحصين الفكري وأيضا المناشط العلمية والدعوية المتعددة التي تعودنا أن نسمع وأيضا أن نشهدها في هذه الرئاسة المباركة بقيادة معالي الشيخ حفظه الله كذلك أيضا رأينا هذه الجهود المباركة والموفقة وخاصة في هذه الأزمة مع انتشار وباء كورونا وما قامت به الرئاسة العامة لشؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي وشكورة بجهود مباركة ملموسة ومشهودة في ما قامت به من كافة الإجراءات والاحترازات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وخاصة في الحرامين الشريفين ونحن رأينا هذه الجهود منذ بداية الجائحة حتى هذا اليوم ونحن الآن في المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للعمرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يبارك لهم في عمرهم وفي عمرهم والشكر أيضا موصول لأمارة منطقة مكة المكرمة على رأسها مستشار خادم الحرامين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود وكذلك سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز وأيضا جهود وزارة الحج والعمرة وما تقوم به من تنسيق مباشر مع رئاسة شؤون الحرمين وذلك لخدمة الحجاج وكذلك لخدمة زائر المسجد الحرام والمسجد النبوي على هذه الجهود التي رأيناها وشاهدناها مع اجتماع هذه الجهات المباركة الموفقة فلا شك أن ما نراه وما نشهده من هذا التنظيم المميز وكذلك ما رأيناه أيضا من خلال وسائل الإعلام وأيضا ما شاهده الجميع وما نقله الجميع من تلك الجهود المباركة الموفقة منذ أن يقوم المعتمر أو الزائر أو المصلي من حج موعد له إلى أن يصل إلى الحرمين إلى أداء العمرة إلى أيضا ما بعد أداء العمرة من تنظيم وخدمة وكذلك عناية بالمعتمرين وبالزوار وبالمصلين في المسجدين في مسجد الحرام وفي المسجد النبوي نسأل الله أن يبارك في جهودهم فلا شك أن هذه الجهود المباركة والموفقة والتي يترتب عليها العودة التدريجية للعمرة وكذلك العمل على تمكين ضيوف الرحمن على أداء هذه الشعيرة بكل يسر وسهودة أيضا لا شك أن هذه الجهود لا شك أنها توفر أجواء إيمانية وروحانية مفعما بالراحة والإطمئنان لكل من يزور المسجد الحرام والمسجد النبوي ولا شك أن هذه الجهود آخذ بالاعتبار بالإجراءات والاحترازات الوقائية والتي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغرة وذلك للمحافظة على الصحة والسلامة العامة لقاصد بيت الله الحرام من المعتمدين والمصلين نسأل الله لهم التوفيق والإعانة والسداد وأن يبارك في جهوده أيها الإخوة نحن في هذه المناسبة مناسبة العودة التدريجية للعمرة والزيارة في الحرامين الشريفين نشارك في هذا البرنامج المبارك بموضوع الإجراءات الاحترازية وأثرها في تحقيق مقاصد الشريعة عند أداء العمرة ولا شك أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة ولسيما ونحن الآن نشهد المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والزيارة في الحرامين الشريفين مما يستدعي ضرورة التقيد بالإجراءات والاحترازات الوقائية أكثر وأكثر أيها الإخوة تميزت الشريعة الإسلامية باجتمالها على قواعد وأصول عظمى يرجع إليها دائما فيما يستجد من المسائل والحوادث والنوازن وأيضا يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل والجزئيات ومن أعظم ما اهتمت به هذه الشريعة الإسلامية الغراء المحافظة على الضروريات الخمس الكبرى وهي الدين والنفس والنسل والمال والعرض وهذه تعرف بالكليات الخمس والمقصود من ذلك أن يحفظ على المسلم دينه وأن يحفظ عليه نفسه وأن يحفظ عليه عقله وأن يحفظ عليه نسله وأن يحفظ عليه ماله فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة لذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله يقول اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقد وأول هذه الضرورات وأهمها حفظ الدين لأن الدين هو الغاية التي خلق الخلق من أجرها كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ولا شك أن ضياع الدين ضياع لبقية المقاصد ولذلك يقدم حفظ الدين على كل شيء لأن ضياع الدين ضياع بقية المقاصد ولا شك أنه تخرج به الدنيا بأسرها وقد شبه الله تعالى حال الأمم التي خلت من الدين الصحيح بالأموات كما قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظْظُّلُومَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إذا فقد شرأ الله من الوسائل ما يتمم به حفظ هذا الدين ومن ذلك تعلم الدين والعمل به والدعوة إليه والحكم به والجهاد من أجله ورد كل ما يخالف هذا الدين وكذلك الصبر على الأذى في سبيل تحقيق هذا الدين بعد ذلك يأتي من أهم الضلورات الخمس بعد حفظ الدين حفظ النفس ولذلك اتخذت الشريعة كافة التدابير اللازمة لحفظ هذا المقصد العظيم فمن الإجراءات الشرعية للمحافظة على النفس تشريع الرخصة لحماية النفس مثل إفطار الحامل والمرضى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلة والمرضى وكذلك ما شرع من جواز ترك الجمعة والجماعة للخائف على ضياع نفسه وكذلك في حالات الخوف أو المرض فنجد أن المريض والخائف يُعدر في الجمعة والجماعة كما جاءت الفتوى في ذلك من هيئة الكبار العلماء في جائحة كورونا أيضاً كل ما نتحدث عنه هنا من الإجراءات والاحترازات الوقائية وأهمية اتخاذ هذه الإجراءات والانتزام بها في أداء العمرة نحن نتحدث عنه انطلاقاً من المقاصد الشرعية التي تراعي هذه الأحوال ومن أهم هذه القواعد والمقاصد الشرعية التي نرجع إليها وخاصة فيما يتعلق بالاحترازات والإجراءات ما يتعلق بمبدأ رفع الضرر فمن أهم المبادئ والمقاصد العظمى التي جاءت بها هذه الشريعة واهتمت بها أي مهتمام مبدأ رفع الضرر سواء فيما يتعلق بمنع ودفع الضرر قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله ونجد أن الأدلة من الكتاب والسنة متظاهرة على هذا الأصل العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في النهي عن إلحاق الضرر بالأم أو الأب بسبب المولود كما قال تعالى في كتابه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وأيضا قال تعالى في النهي عن المضارة في الوصية من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضار ولذلك كان الإضرار في الوصية من الكبائر وأيضا قال الله تعالى في النهي عن المضارة في الرجعة كما جاء في النكاح في قوله تعالى وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا فنهى سبحانه وتعالى عن الضرر في هذه الآيات وإن كان الضرر هنا خاصا إلا أنه يشمل النهي عن جميع أنواع الضرر فنجده يشمل الضرر العام وكذلك الضرر الخاص والعبرة دائما نقول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم في علم الأصول ومن أبرز الأدلة ما يتعلق بمنع الضرر والتي تعتبر أصلا في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الحاكم والبيهقي والدار قطني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرر وهذا دليل العام يشمل جميع أنواع الضرر وهذا الحديث أصل في هذا الباب وهذا الأصل الشرعي العظيم وهو رفع الضرر من مبادئ الشريعة الإسلامية بل إن بعض العلماء جعل هذا المبدأ لا ضرر ولا ضرر نصف الفقه وذلك أن الأحكام إما أن تكون جالبة لمصلحة أو دافعة لمضره ولأن أيضا الشريعة إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر وفي الأول نجدها تجرب المصلحة وفي الثانية تدفع المضره فنجد هذه الآيات والأحديث تبين لنا أهمية مبدأ حفظ النفس وأيضا مكانة هذا الأمر في الشريعة الإسلامية وأيضا نجد أن ما ذكرناه مما يتعلق بدفع الضرر وما يتعلق بجلب المصلحة هو موافق لتحقيق مقاصد الشريعة وأيضا كل ما تقوم به الدولة وفقها الله مشكورا من الإجراءات والاحترازات الوقائية في الحرمين الشريفين وغيرها إنما ينطلق من الشريعة الإسلامية ومن مخاصد الشريعة الكلية الكبرى كمقصد حفظ النفس ومنع الضرر عنها فنجد أن إيقاف العمرة وتعريق صلاة الجمعة والجماعة في الفترة الماضية وكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تمت في الفترة الماضية كل ذلك كان بسبب الحاجة والضرورة وذلك من أجل الوقاية من العدوى من هذا الفايروس الذي ينتشر انتشارا كبيرا ولما خفت هذه الجائحة على بلادنا والحمد لله جاء الإذن بعودة العمرة والزيارة وصلاة الجمعة والجماعة والسفر وغيرها مما علق سابقا بسبب هذه الجائحة مع التنبيه لضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات والاحترازات في جميع شؤون الحياة حتى نعود العودة الكاملة بإذن الله وإن شاء الله يرتفع هذا المرض وهذا الوباء بشكل كامل ونأمل أن يكون ذلك قريبا بإذن الله تعالى أيها الإخوة بعد أن تحدثنا عن تأصيل الإجراءات الاحترازية في أداء العمرة وموافقتها للمقاصب الشرعية نثني بالحديث عن أهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في أداء العمرة وأيضا نبين أن هذه الإجراءات يمكن أن تنقسم إلى قسمين إجراءات احترازية قبل العمرة وإجراءات احترازية أثناء أداء العمرة أما الإجراءات الاحترازية قبل أداء العمرة من أهمها وهو أمر ربما يكون أمر حادث وهو ما يتعلق بالتطبيق وهو تطبيق اعتمرنا وهو المخصص للحجز لمن أراد أداء العمرة هذا التطبيق أصبح مهما جدا أصبح مهما لمن أراد أداء العمرة فنرى الآن أنه على المسلم أن لا ينوي العمرة حتى يقوم بالحجز أولا من خلال هذا التطبيق حتى لا يمنع من العمرة ربما لا يحجز من خلال هذا التطبيق ثم يذهب للعمرة ثم يمنع إذا تعدى الميقات فهناك إجراءات نظامية تتأكد من حصول المعتمر على هذا التصريح وأيضا يمنع من الدخول لمكة لأداء العمرة وكذلك أيضا كما نعرف من الإجراءات أنه يمنع أيضا من دخول الحرم لأن التنظيم الجديد للعمرة يلزم الجميع الحجز لمن أراد العمرة عبر هذا التطبيق ولابد أن يأخذ الموافقة من خلال هذا التطبيق ولو أنه أحرم ودخل بدون تصريح ثم منع فإنه يعد في هذه الحالة محصر فعليه في هذا الأمر عليه هدي يذبحه وبعد ذلك يحلق أو يقصر وبعد ذلك يحل إحرامه أما من اشترط عند إحرامه فإنما يكون عليه إحرامه فإنه يحل هذا الإحرام ولا شيء عليه لأنه اشترط قبل أن يدخل في النسك ولذلك قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وأيضاً مما يجر التنبيه إلى أن هذا التطبيق إنما أطلقته الجهات المسؤولة من أجل غرض محدد ألا وهو العمرة ومن أجل أن يكون هناك تنظيم وأيضاً من حد كثرة المعتمرين من أجل أن يكون هناك نوع من التنسيق وأيضاً الترتيب وأيضاً عدم حصول الزحام الذي يترتب عليه انتشار مثل هذا المرض ولذلك ينبغي على المسلم إذا أراد العمرة أن يسجل في هذا التطبيق وأن يحجز من خلاله من أجل العمرة ثانياً من أهم ما ينبغي للمعتمر الاهتمام به والعناية قبل التسجيل لأداء العمرة عليه قبل أن يسجل التأكد من سلامته من هذا الفيروس ويقوم بإجراء الفحص قبل التسجيل حتى لا يتضرر هو أولاً ثم لا يلحق الضرر بغيره ثانياً أو أنه يسجل ويحجز وهو مصاب بالمرض ويحرم أيضاً غيره من الدهاب ربما نشر هذا المرض لكن مما ينبه عليه أن هناك إجراءات أيضاً احترازية تعمل فلو أنه سجل وهو مصاب بهذا المرض ثم قام بالتلبية ودخل في النسك ثم نجد من الإجراءات أن يتأكد من سلامة المعتمر فربما عند الفحص يجدون أنه قد أصيب بهذا المرض ففي هذه الحالة يمنع من أداء العمرة فأيضاً يكون في هذه الحالة محصر ويرجع ولا شك أن المسلم عليها أن يتأكد ابتداءاً قبل أن يذهب وهو مصاب أو يذهب وهو لم يتأكد من حاله فمن الأفضل خاصة من انتشار هذا المرض وما يترتب عليه من مفسدة وأيضاً ما يترتب عليه من مفسدة متعدية فعليه أن يتأكد أولاً من سلامته من هذا المرض ثالثاً من الإجراءات المهمة قبل العمرة ما يتعلق بالإحرام فينبغي المعتمر إذا أراد الإحرام أن يحافظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الإحرام ومن ذلك أن تجنب أن يحرم في أماكن مزدحمة أو أماكن تنقصها النظافة وأيضاً عليه أن يختار المكان المناسب من أجل أن يحرم فيه وأن أيضاً لا يترتب عليه انتقال لهذا المرض من خلال الملامسة أو غيرها خاصة في الأماكن التي لا تكون آمنة أو يكون فيها ازدحام كثير فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر حتى لا يحصل له العدوى من خلال إهماله وعدم احترازه في أماكن إحرامه رابعاً لا شك أن خاصة مع وجود هذا المرض فنجد أن في هذه الحالة يشرع الاشتراط لمن خاف أن لا يتمكن من أداء النسك أو يخشى على نفسه من الإصابة خلال هذه العمرة بهذا المرض فعلى المسلم إذا خاف والمحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريض أو خائفاً من مرض ونحوه فإنه يستحب له أن يشترط فيقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهذا جاء من حديث مباعة بنت الزبير أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فلا شك أن فائدة الاشتراط مهمة خاصة في هذا الوقت ومع انتشار المرض ومع وجود هذه التنظيمات التي أحياناً تمنع المعتمر من إكمال عمرته بسبب مخالفته لشيء من الأنظمة التي وضعت من أجل المحافظة على سنامة الجميع فلا شك أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من إتمام نسكه سواء من مرض أو غيره فإنه يجوز له التحلل ولا شيء عليه إذا اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه وفي ظل جائحة كورونا ما ينبغي للمعتمر لا سيما من كان خائفاً من الإصابة بالمرض قبل الإحرام أو بعده فإنه يستحب لهم أن يشترطوا كما ذكرنا في حديث ضباع بنت الزبير المتقدم وأيضاً من مرضى أو حيل بينه وبين إتمام عمرته لسبب من الأسباب المتقدمة أو غيرها من الأسباب ولم يكن قد اشترط فإنه يكون في حكم المحصر فإنه يذبح هديه في مكة أو في المكان الذي أحصر فيه ثم بعد ذلك يحلق وبعد ذلك يحل من إحرامه ولا شيء عليه وإن لم يستطع ذبح الهدي فأختلف العلماء في هذا الباب فمنهم من ذكر أنه يجوز له أن يحل إحرامه ولا شيء عليه وذهب بعض العلم إلى أنه عليه أن يصوم عشرة أيام ولا شك أن ربما يكون خروج من الخلاف فإن بدل الهدي فإنه يستحب له أن يخرج من هذا الخلاف بأن يصوم عشرة أيام عن هذا الهدي خامساً من الأمور المهمة خاصة في هذه الأيام وما يتعلق بالعمرة الالتزام بالموعد المحدد في التصريح وهذا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو الحضور في الموعد المحدد الذي تم حجزه وهذا الحجز متعلق بهذا الوقت في أداء العمرة فربما أنه لو أنه لم يأتي في الوقت المحدد لا يسمح له لعدم ارتزامه بالوقت ولذلك يقال لمن خاف أن يرد عن العمرة بعد إحرامه لتقدمه أو تأخيره عن الوقت المحدد وهذا المنع سيكون من الجهات المنظمة للعمرة فنقول أن من خاف أن ينسى الموعد المحدد في تصريحه أو خاف الخطأ أو الوهم في الوقت المحدد فمثل حال هذا الأمر يستحب له الاشتراط كما ذكرنا فإذا اشترط وحال بينه وبين إتمام عمرته مانع من الموانع المذكورة فنقول جاز له أن يحل من إحرامه ولا شيء عليه إذا اشترط فإنه لا شيء عليه ولذلك ننبه ونؤكد بأنه لا يجوز للمعتمر أن يتقدم ويتأخر عن الوقت المحدد له خاصة إذا كان يترتب عليه منعه من أداء العمرة نعم سادسا المحافظة على الكمام على الفم والأنف وهذا أمر مطلوب قبل وأثناء العمرة وبعد أيضا أداء العمرة ولا شك أن المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي منذ أن يخرج المعتمر من منزله حتى يعود وأيضا أن يلبس الكمام لا شك أن هذه من الأمور المهمة وخاصة عند أدائه بمناسك العمرة السابع الالتزام بالإجراءات النظامية لدخول الحرم وتطبيق التصريح والتأكد منه هذا أمر مهم جدا هناك إجراءات وهناك تعريمات من شؤون الحرمين لا شك أننا نراها أنها ملزمة على المعتمر فيجب عليه أن يتعاون مع هذه الجهات فيما وضعته من تعريمات من أجل المحافظة على سلامته وسلامة الآخرين من المعتمين ثامنا إذا بدأ المعتمر وقبل عمرته فهذا تنبيه على كل من أراد أن يعتمر وحجز ثم بدأ له أن أمر لا يمنعه من أداء العمر فإنه ينبغي له أن يلغي التسجيل من أجل أن يتيح الفرصة لغيره فنجد أن من يحجز ثم بدأ له أمر أنه لا يستطيع الذهاب فعليه أن يلغي هذا الحجز حتى لا يضر غيره فهنا فيه ضرر على الغير فربما البعض بحاجة لهذا الوقت بالذات فلا شك أنه إذا بدأ له أمر بأنه لا يستطيع أداء العمر بهذا الحجز فإن نرى أن الواجب عليه أن يلغي هذا الحجز من أجل أن يستفيد منه شخص آخر وأيضا لا يكون هذا الحجز قد بنع غيره وهو محتاج لهذا الوقت من أجل العمر ثانيا هناك الإجراءات الاحترازية أثناء أداء العمر ومن أهم الإجراءات الاحترازية التي يجب العناية بها أثناء أداء العمر أولا ارتداء الكمام على الأنف والفم للمرأة والرجل وقد جاءت الفتوى في هذه البلاد ومن علمائها أن الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءا منه فإن المعتمر أو الحاج إذا احتاج إلى أن يلبس هذا الكمام فإنه لا يترتب على لبسه في هذه الحالة فدية وهذا ما اختاره جمع من العلماء في بلادنا ولله الحمد ولا شك أن هذا أمر مهم جدا وفيه المحافظة وسلامة أيضا الحجاج وكذلك المعتمئين وهنا أيضا تأتي مسألة هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الكمامة أم لا ولذلك ذهب بعضه العلم إلى منع المرأة من لبس الكمامة لأنه يشابه النقاب والمرأة منهية عن النقاب اتفاقا ولكن إذا نظرنا إلى الكمام فنجد أنه لا يشابه النقاب بأي حال من الأحوال فيما نراه في هذه المسألة ولذلك المرأة المحرمة يجوز لها أن تلبس الكمامة وأيضا تضع فوقها الغطاء فإذا احتاجت المرأة للكمامة جاز لها أن تلبس الكمامة ولا شيء عليها ونرى أنه لا يشبه النقاب كما قال بذلك بعض أهل علم والمرأة لا شك أنها ممنوعة من لبس النقاب اتفاقا والكمامات نرى أنها ليست نقابا إنما هي لتغطية الفم والأنف لحماية الإنسان من العدوى ونقل المرض ولا شك أن المرأة تحتاج أيضا حتى لو لبست الكمامة فإنها تحتاج إلى الغطاء حتى لا يراها الرجال نعم أيضا من الأمور الاحترازية والإجراءات أثناء العمرة الالتزام بالتوجيهات المسؤولين والمنظمين في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والجهات أيضا المساندة لها وهذه التوجيهات لا شك أنها تصب من أجل المحافظة على قواعد المهمة التي يحتاجها المعتمر من أجل سلامته ولا شك أن من ذلك قواعد التباعد الاجتماعي أثناء دخول الحرم وأثناء أداء الطواف وكذلك السعي وكذلك الالتزام بالمجموعة الخاصة بكل المعتمر وعدم الانفراد عنها لما يحدثه ذلك من إرباك للمسؤولين وللمنظمين وأيضا كذلك على المعتمر الالتزام بأيضا بالمسارات التي وضعتها الرئاسة أثناء الطواف والسعي كل ذلك من أجل المحافظة على سلامة المعتمر وعلى سلامة الجميع وخاصة أن مثل هذه الإجراءات لا شك أنها لم توضع إلا من أجل سلامة الجميع ولذلك نرى أنه من الوجوب على الجميع أن يتعاون مع المنظمين فيما وضعوه من إجراءات من أجل سلامتهم الأمر الثالث إذا أحس المعتمر بأعراض المرض أو شك في ذلك وجب عليه أن يعزل نفسه وأن يتواصل مع المسؤولين ولا يجوز له والحالة هذه إكمال النسك لما في ذلك من الضرر عليه وعلى بقية المعتمرين ومن قدر عليه الإصابة بمرض بمرض كورونا وهو في عمرته فإن حكمه في ذلك حكم المحصر إذا لم يشترط فإنه يدبح الهدي في المكان الذي هو فيه ويحلق أو يقصر من شعره وبعد ذلك يحل من إحرامه وليس عليه شيء بعد ذلك مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما حصره أهل المكة ومنعوه من أداء عمرته فإنه نحر هديه وحلق رأسه وتحلل عليه الصلاة والسلام فإن كان هذا المعتمر لا يستطيع الهدي فإنه يصوم عشرة أيام عشرة أيام ويتحلل من إحرامه وهذا الحكم نقوله فيما إذا لم يكن قد اشترط قبل دخوله في النسك فإن اشترط فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه كما ذكرنا سابقا ولكن إذا كانت هذه العمرة هي عمرة الإسلام فعليه أن يعتمر عمرة الإسلام مستقبلا لأن هذه العمرة أحصر فيها فلم يتمكن من إكمالها ومن ثم ما زالت عمرة الإسلام في ذمته إذا توفرت له الإمكانية والشروط وانتفعت الموانا فإن عليه أن يؤدي عمرة الإسلام الأمر الرابع من الأمور الآن والإجراءات التي وضعتها الدولة عدم الاقتراب من الكعبة والحجر الأسود وكذلك الركن اليماني وهذا المنع فيه أهمية للمحافظة على سلامة المعتمرين ولا شك أن هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية هي لا شك أنها من أجل عدم الوقوع في العدوى من هذا الفايروس ولا ريب أن المعتمر نرى أنه مأجور بإذن الله على اتباع هذه التعليمات التي تتوافق مع مقاصد الشريعة وأيضا ما وجهت به الجهات المعنية في هذا الأمر لأن الهدف الأول من هذه الإجراءات هو المحافظة على صحة وسلامة المعتمرين وأيضا احترازا من انتقال هذه العدوى الأمر الخامس من الإجراءات الاحترازية المهمة ما يتعلق بأداء ركعتين الطواف فالمعتمر له أن يصلي ركعتين الطواف في أي موضع في المسجد الحرام ولا شك أن إذا تعذر عليه أن يصلي خلف المقام فلا حرج عليه أنه صلى في أي مكان من الحرم وهذا من أجل الاحتراز والوقائية وإذا وجد هناك تجمع أو مزاحمة على هذا المكان فإن على المسلم أن يتجنب المزاحمة وأن يبتعد وأن يلتزم بالإجراءات وأن يصليها في أي مكان شاء في المسجد الحرام الأمر السادس ما يتعلق بالحلق والتقصير فلي المعتمر أن يؤخر الحلق أو التقصير إذا احتاج إلى ذلك احترازا من العدوى فيجوز للمحرم أن يؤخر الحلق أو التقصير حتى يخرج من مكة احترازا من انتقال عدوى الفايروس إذا لم يكن هناك مكان يرى أنه آمن ومناسب من أجل الحلق أو التقصير ولكن يشترط عليه أن لا يخلع ملابس الإحرام إلا بعد الحلق أو التقصير وهذا هو مذهب الجمهور الفقه وإن كان لا شك أن الأفضل له الحلق والتقصير في مكة إذا أمن من انتقال العدوى وفيما يطال لأن هناك إجراءات احترازية قوية في هذا الباب نعم الأمر السابع من المسائل التي يجذر التنبيه عليها هو أن لا يقوم المعتمر بتكرار الطواف بعد الانتهاء من طواف الفرض والعمرة فإن الواجب علي أن يكمل النسك البعض يقول هذه فرصة ثم يقوم بالطواف ثم يقوم بالطواف مرة أخرى ونحن نقول أن هذا لا يجوز يجب عليه أن لا يقوم بالطواف مرة أخرى بل الواجب عليه بعد أن ينتهي من طوافه أن يصلي ركعتين الطواف ثم يذهب إلى السعي ولا شك أن هذا الأمر من الأمور المهمة البعض ربما يتساهل في هذا الأمر ويخشى على من وقع في هذا الأمر في ما يتعلق بصحة أدائه لهذه العمرة الأمر الثامن أننا ننبه على أن العمرة تشتمر على أركان وعلى واجبات وعلى سنن وأيضا لو اكتفى المعتمر بالأركان والواجبات خلال عمرته فإننا نقول هذا جائز إذا أراد بذلك الاحتراز وتجنب الاختراط مع الناس ولذلك نجد أن الدولة وفقها الله والمسؤولين في شؤون الحرمين منعت الاقتراب ومن الكعبة وكذلك من تقبيل الحجر الأسود وهي من السنة وكذلك ترك استلام الركن اليماني وهذه جميعها من السنن والمستحبات ولذلك تركت هذه المستحبات وهذه السنن من أجل المصلحة فالمسلم إن شاء الله إذا كان دائما يؤدي مثل هذه السنة فإنه يؤجر على أولا أنه لم يقترب من هذه الأماكن من أجل أن لا يقع في ما يتعلق بالعدوى وكذلك استجابة لما وجه به المسؤولين في شؤون الحرمين الأمر التاسع أمر يتعلق بالتأخر في أداء العمر عن الوقت المحدد للمعتمر ولا شك أن هذا التأخير يسبب للجهات المنظمة العمر يسبب لهم خلل فيما يتعلق بالتنظيم فمن المعلوم أن المعتمرين يدخلون ألا دفعات وكل دفعة لها وقت محدد لا تتجاوز هذا الموعد ولا شك أن التأخير يؤثر ويخل بهذه الجهود الجبارة والتي تقوم بتنظيم العمرة وكل هذه الأمور تدخل تحت مقاصد الشريعة لا سيما مقصد حفظ النفس كما تدخل أيضا تحت قاعدة رفع الضرر وقد قال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وأيضا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا جاء في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأيضا في ختام هذا اللقاء ننبه إلى ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمنظمة والقائمة على شؤون العمرة من وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وكذلك التأكد من الانتزام التام بهذه التعليمات ولا شك أن الانتزام بما جاء من توجيهات لا شك أن فيه مصلحة كبيرة سواء مصلحة عامة للناس أو مصلحة خاصة للفرد ولا شك المحافظة على هذه الأمور من المحافظة على الصحة العامة للمعتمرين كما أيضا نحذر من اللجوء إلى أي ممارسات أو أفعال مخالفة للشرع أو للنظام في هذا الصدد وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيجب على الجميع الانتزام بهذه التعليمات وعدم التهاوم بها لما في ذلك من طاعة لولي الأمر التي تدخل في طاعة الله تعالى ورسوله ولسيما في مثل هذه الحال التي نعيشها في هذا الوباء والدولة وفقها الله لا شك أنها مؤتمنة على صحة المعتمرين وعلى سلامتهم وكل هذه الإجراءات والاحترازات تصب في هذا الباب وفي الختام لا ننسى أن ننوء إلى صحة وموافقة كل هذه الإجراءات التي نراها وهذه الاحترازات والاحتياطات التي قامت بها هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية منذ اليوم الأول لظهور هذا الوباء حتى يومنا الحاضر لا شك أننا جميعا موافقة للشريعة الإسلامية ولمقاصد الشرع وللقواعد الشرعية وبينا نحن في هذه المحاضرة شيئا من ذلك فما تم الإجراءات كان كلهم موافقا للكتاب وللسنة ومتوافقا مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية وقواعدها وأصولها ومقاصدها ولا شك أن درء المفازد وتقليلها من الأمور المهمة وهذا ما نراه من هذه التوجيهات وهذه الاحترازات التي نراها قد ألزم بها المعتمر من أجل سلامته والمحافظة على سلامة الجميع ولا شك أن هذه الدولة المباركة منذ أن قامت في عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله هذه البلاد قامت على العقيدة وعلى التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعلى تحكيم الشريعة في جميع شؤونها وما زالت هذه البلاد حتى هذا العهد المبارك عهد خادر الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأيده ونصره وكذلك سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله هذه الدولة ما زالت ولن تزال على هذا المنهج القوين وتقوم بكل ما يتعلق بتطبيق الشريعة وأيضا على رعاية مواطنيها والمقيمين على أرضها وأيضا خدمة للحرمين الشريفين فولاة الأمر وفقهم الله يقومون بما أوجب الله عليهم وخاصة ما يتعلق برعاية ليشؤون المسلمين والمدافع عن قضاياهم ويتسعى دائما في حل المشاكل وأيضا ما يتعلق بما يقع من مشاكل وهموم للمسلمين في كل مكان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا خاصة وعن المسلمين وعن بلاد العالم كافة كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وقيادتنا وولاة أمرنا وأن يقي بلادنا شر هذا الوباء وأن يحفظ المعتمرين لبيت الله الحرام وأن يسر لهم أداء مناسكين في سهولة ويسر وطمأنينة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر